أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا أن الوضع بشمال قطاع غزة لا يزال يائسا والبنية التحتية للمباني في حالة خرع وأشارت الأونروا إلى أن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية خنقت جهود الاستجابة الإنسانية لفتة إلى توقف محطات مهمة لتحلية المياه عن العمل لعدم توفر الوقود في غزة وأكدت الوكالة أن أهالي قطاع غزة ليس لديهم ما يكفي من الماء منبهة إلى أن البقاء على قيد الحياة بات يمثل تحديا كبيرا دعية السلطات الإسرائيلية إلى توفير الوصول إلى الماء فورا